موسيقى لا دخان أبيض من جولة محادثات السنة الثانية عشرة المشاركون خرجوا بلا نتيجة في ملف تشكيل اللجنة الدستورية وعليه بنيت تساؤلات حول مسار السنة بالكامل أما التحليلات فاستنادت إلى أن الجهود والمساعد الدولية استومفذت وصار لزاما البحث عن مخارج بصيغة جديدة لمصار السنة وبالتزامن مع محادثات الحل السياسي لم يبتعد صدى التصعيد الميداني على أطراف منطقة خفض التصعيد في إدلب عن مسامع المجتمعين في العاصمة الكزاخية فخرجت أصوات روسية تشدد على أن الوضع يجب أن لا يستمر على حاله ودعمت هذه الأصوات تقارير وصلت إلى الخارجيات الروسية فحواها أن مساعية بذلتها هيئة تحرير الشام لإعادة هيكلة نفسها وتحويل عناصرها إلى معارضة معتدلة كل هذه التطورات رافقت مع أجواء عكسة الصحف الروسية حول إيجابية سعودية تجاه دمشق نقلتها زيارات مسؤولين سعوديين إلى موسكو فإلى أي مسارات تتجه الأزمة السورية بكل تشعباتها وهل اقتراب الحلول أو ابتعادها يقاس بنتائج الاجتماعات والمحادثات بين الأطراف السوريين أو بالتوازنات والمعادلات الأقليمية والدولية من باب المحادثات أو محادثات السنة نفتح النقاش اليوم مع صفغان القربي أعضو مجلس الشعب السوري فأهلا بكم إلى حوار الساعة نرحب بالدكتور صفغان القربي أعضو مجلس الشعب السوري أهلا بك دكتور صفغان صباح الخير لك أنسي دينا وللأخوة المشاهدين ولقناة الميادين المتميزة صباح النور أهلا بك بداية الجولة الثانية عشر من محادثات السنة حتى ساعة لماذا أو حتى اليوم لماذا لم يتم التوصل إلى نتيجة خصوصا في مخص اللجنة الدستورية السنة عموما دعيني أقول بي ربما بمختصر مفيد حول الجولة الثناث ربما تكون كلمة راوح مكانك هي وعنوان مناسب لهذه الجولة أستانا كانت في فكرة الأساسية هو تأمين مخارج لترتيبات أفضل لواقع سوريا للقضاء للإرهاب لإعادة أراضي سلبت في غفل من الزمن من الدولة السورية إعادتها بشكل هادئ متدرج وحاليا برأيي يتم تطوير منظومة أستانا ربما لترتيبات إقليمي أوسع من بوابة مناقشة الواقع السوري ومحاولة تصويبه وترميمه أستانا قطعت مراحل جيدة ومفيدة رغم ربما نختلف على عامل الزمن كلنا نريد أن يكون هذا الإنجاز بزمن أسرع وربما بخصائر ودماء أقل ما أنجز جيد في المنطقة الجنوبية في جوار دمشق وكانت مهمة جدا في المنطقة الوسطى حمص وحماء بقيت المعضلة في محافظة إدلب وهي المعقل الأخير للإرهاب التي تحوي حاليا أكبر تجمع رهابي تاريخيا وجد في منطقة جغرافية معضلة إدلب معضلة كبيرة جدا وبرأيي كانت هي العقبة الكأداء نتيجة المراوغة التركية والإصرار على التلك وإبطاء إنهاء هذا الملف وتركه أطول فترة ممكنة تركيا لا تريد الخروج من إدلب بسهولة تريد تأخير هذا الخروج واستثمار هذا التواجد في إدلب لعطيات سياسية ضاغطة على الدولة السورية وأصدقائها دكتور سوفان سنتحدث عن موضوع إدلب بشكل مفصل لكن هل السبب الحقيقي هو موضوع إدلب أو موضوع تشكيل لجنة الدستورية هناك من يتحدث من قبل الوفد السوري يتحدث عن تدخلات وضغوطات أيضا هل مريست ضغوطات وتدخلات بأي معنى؟ ربما كانت الدولة السورية هي الأكثر تيسيرا ومساعدة في موضوع إنجاز لجنة الدستورية الدولة السورية قدمت أسماء المقترحة الخمسين مبكرة منذ أشهر طويلة إلى المبعوث الأممي وأنهت القسم المخص بها وحدثت من بين الأسماء المطروحة أيضا ننوه لهذا الموضوع ربما أكون حاليا لم أبلغ رسميا بهذا الاتجاه حتى لا أستبق أحداث قسم المعارضة حصل فيه خلافات كبيرة جدا برأيي ربما الخلاف المشتبك السعودي التركي كان هو جزء مهم من تشكيلة هذه اللجنة محاولات إدخال العناصر دعيني أقول المغرقة في الإخوانية أصحاب أفكار متطرفة كانت هي ربما أحد عنوين أساسي لسياسة تركية وغير التركية في عمل هذه اللجنة القسم الخص بالمجتمع المدني أيضا حصل عليه اجتباك كبير لمحاولات ترتيب هذا الموضوع برأي الدولة السورية وكما قال الرئيس الروسي كان واضح بهذه النقطة الدولة السورية أدت التزامات كاملة في الإسراع وتيسير أمور تشكيل اللجنة الدستورية نقرأ مشهد اللجنة الدستورية في سوريا براحة لا مشكلة لنا بالنهاية من يرتب أمور الدستور هو الأقوى الدولة السورية هي خرجت الأقوى حاليا تمارس حالة انتصار عقلاني منطقي ولكن بنفس الوقت نحن لا نريد دستور مفروض بالقوى دعيني أقول لا نريد دستور يرضي الأغلبية الساحقة من السوريين وهو نهج راقي وطني تقوم به الدولة السورية بكل مسؤولية تاريخية لا مشكلة في الدستور رغم أن الدستور السوري الحالي 2012 بإجماع الجميع وفق كل القراءات العاقلي هو دستور نوعي هادئ يراعي كل الأطياف منطقي عمليا لا يوجد فيه اختراقات مهمة ننظر بإيجابي لأي مقترح لتعديل أن يكون هذا المقترح هادئ ووطني كما قلت لا مشكل لنا في أي مقترح لتعديل يراعي الحال السوري ولكن برأيي هناك ملاحظات مهمة جدا حول تشكيل هذه اللجنة المشكلة في تفاصيل التفاصيل إدارة اجتماعات هذه اللجنة مستقبلا المقترحات آريت التصويت لمن ترفع هذه المقترحات برأيي الخلاف على هذه الجزئيات هو الحاضر الغائب أيضا هناك مبادئ فوق دستوري برأيي في دستير العالم كثيرا هناك مبادئ مهمة جدا كما قلت سميناها مبادئ فوق دستوري يجب الاتفاق عليها مسبقا يجب إيضاحة يجب إشهارة مجاهرة فيها حتى ربما البعض الساتير تقول هذه المبادئ غير قابلية ربما للتعديل المستقبلا هوية سوريا الحالة العلمانية كثير من النقاط برأيي لابد من إضاحة في صورة الدستور القادم دماء كثيرة بوزيلات دمار حصل دفعنا أسمان هائلي ليكون في مرحلة قادمة أكثر استقرارا وهدوءا وأمانا دكتور سفون لكن اليوم هل نفهم من حضرتك بأن المشكلة ليست في بعض التسميات وبعض الشخصيات بعض علامات الاستفهمها وبعض الشخصيات المطروحة مقبل كل أطراف في اللجنة السورية لما حول ربما آليات العمل هل هذا ما نفهمه؟ برأيي كان هنا خلاف على بعض الشخصيات الإدارة الأمريكية أصرت على إدخال بعض الأسماء عنوة في قسم المجتمع المديني وكان هناك ملاحظات عليها وربما تكون هذه النقطة تم تسويتها برأيي حاليا التدقيق في التفاصيل والتدقيق في التوقيت كيف تم تسويتها عفوا دكتور سفون ربما تم التوافق على بعض الأسماء حاليا لا أظن أصبح هناك نقطة خلافية الأسماء ربما التكتيك بالتفاصيل الصغيرة في إنجاز عمل هذه اللجنة اختيار المكان حتى برأيي كما راحي الأولي كما قلت لمن ترفع المقترحات أيضا على المبادئ أيضا فوق الدستورية لابد من إضاحة هناك إصرار سوريا لابد من إضاحة ورابد المجاهرة بها وتأكيد علي أن تكون واضحة في مستقبل سوريا أيضا برأيي بعض النقاط مهمة إجرائية في موضوع اللجنة الدستورية ننظر براحة نحن بصراحة نقرأ أن الإعلان عن بدء اجتماعات اللجنة الدستورية وانطلاق العملية السياسية تعطي راحة سياسية للدول السورية كثير من الدول الصديقة وربما غير الصديقة الرمادية تترقب إعلان بدء الحالي السياسي في سوريا لإعادة علاقات أكثر وضوحا أكثر جرأة أكثر علنية مع الدول السورية هذا الموضوع يريح سوريا في الحال السياسي مع الحوار والتواصل مع الأخيرين لذلك لا مشكلة سورية في البدء والإنطلاق والإقلاع في عمل اللجنة الدستورية بالمطلق حضرتك تحدثت منذ قليل وذكرت بأنه يجري العمل على تطوير أو هناك مقترح في تطوير السنة بوابات إقليمية لو نستطيع نوضح هذه الفكرة أكثر كيف بأي معنى برأيي ربما أسيتانا يعني ربما يريد الأصدقاء الروس والإيرانيين وحتى حتى الرغب التركي لا أظن أن هناك مشكلة لتطوير منظومة أسيتانا هي لتصبح منظومة تكامل وتناغم وحوار إقليمي عملي للترتيبات واقع على واقع المنطقة ليس فقط في سوريا الحالي في سوريا هي بوابي لحوار كما قلت أكبر من سوريا بكثير هناك اشتباك ليس فقط على سوريا الحالي ربما تكون الساحة السورية ساحة اشتباك آخرين حاليا أكثر من اشتباك السوريين فيما بين بعضهم المشهد على مستوى الإقليم هو أكبر بكثير من سوريا ما يجري حاليا تسوية كبرى صفقة كبرى بعنوان صفقة القرن تريد أمريكا وأصدقاء أمريكا تمرير هذه الصفقة بهدوء وصمت المطلوب صمت سوريا صمت إيران صمت أصدقائنا عما يجري في هذه الصفقة المشبوهة التي تحاول تصفيت القضية الفلسطينية وإنهاء ربما إلى أبد بعيد هذا الموضوع لا يروق بالتأكيد لسوريا والمحور المقاومة وبرأي القسم الأكبر من الضغوط التي تمارس على سوريا وأصدقاء بهذا العنوان المطلوب تحجيم المطلوب إسكات صوت قسرا أو طوع برأي لذلك تسارع الأحداث في المنطقة وربط الملفات عمليا حصل أشياء كثيرة في فلسطين المحتلة بتسارع كما قلت كبير إجراءات فيما يخص القدس إعلانا ضم عاصمة نقل السفارة عمليا فيما يخص الجولان حتى التلويح والضفة الغربية إجراءات عمليا خطيرة كلها تجري بزمن قصير ربما لا يتوقع غير مقرؤ بالسياسي لذلك تحتاج إلى الكثير من الهدوء نحتاج إلى الكثير من الروية لابد من ربط هذه الملفات كلها عموما لنقرأ المشهد بشكل جيد الضغوطات الكبيرة التي تمارس على إيران برأيي لو قالت إيران حاليا كلمة واحدة نعم ولا بأس بتمرير هادئ لصفقة القرن برأيي لحلت كثير من القضايا المثارة والضجيج والغبار المثار حول إيران حول اتفاق النووي حول تصدير نفضة كل هذه الملفات دكتور صفاني ما نفهم من حضرتك من خلال هذا الكلام هو أن سوتيش سيكون بوابة لحل حلة قضايا أخرى وأيضا ربما جبها موازية لما يحاك فيما خاص صفقة القرن هل هذا ما نفهمه هناك أيضا أزمات أخرى ما بين دول حتى ربما تحل من خلال مؤتمر أستنى أو محادثات أستنى كما قلت تماما تماما المنطق يتطلب الكثير من التكامل الكثير من الحوار الكثير من الرؤية للمصالح المشتركة للدول المجاورة في المنطقة وأظن هذه النقطة يعمل عليها كثيرا محاولة توعيد تركية من قبل الأصدقاء في إيران وحتى الأصدقاء الروس أن تركيا هي في عين الهدف الأمريكي وأنها هي الخطوة التالية أو هي الفريسة المقترحة رقم اثنين بعد إيران حاليا هكذا تطلب أمريكا لذلك محاولة نصح تركية بالهدوء والروي ومقاربة مصالحها الوطنية والتفاهم مع دول الجوار عموما بعيدا عن المكائد الأمريكي والإدخال الأمريكي في بعض الأزمات لتركيا نحتاج إلى بعض العقلاني التركي برأي بهذه المرحلة وهي مهمة جدا لتوعيتها لتخفيف الكثير من الأزمات المتصاعدة والتي فاقت كل الحدود الأصدقاء الإيرانيين يعملون بشكل جيد رغم كل المحاولات المشاغبي الخليجي التي دخلت على الخط ما لا يخفى على أحد حاليا هناك صراع محاور عنيف معلن وغير معلن ما يجري في السودان الكباش إلى حد كبير في السودان في ليبيا حتى في شمال أفريقي عموما العربي عموما ما بين محور تركي قطري ومحور سعودي إماراتي حاليا يدخل عليه الخط الأمريكي بشكل أكثر واضح وأكثر وضوحا وهو يعطي مؤشر على اتجاهات الأمريكية التي تستسمن ربما بالدعم الخليجي المالي لهذه المجموعات هنا وهناك هناك اشتباك كما قلت كبير بحاجة لأنه قرأه بشكل هادئ موزون ولذلك كان هذا الموضوع أيضا دخل على خط سوريا لحظت قائمة الزيارات الكبيرة التي حصلت في المرحلة الماضي قسم منها كان يعطي نوع من أنواع ربما محاربة الطرف الآخر أو نكاية بمحور آخر أكثر ما تكون محاولة فتح أبواب هادئة مع الدولة السورية لتصحيح وتصويب أوضاع غالبا نحن العرب عمليا لا نتقن فن مراجعة الزات أقول هذه الكلمة للأسف الدول الأفراد المجموعات الأحزاب تحتاج بين كل فترة وفترة إلى وقف نطور هذه الفكرة نحاول نرمم الأخطاء تصويب الحال العامي للأسف كثير من الدول العربية وأقصد الخليجية عموما بالتصويب لا تتقن هذه لا تتقن هذه الميزة لعنوان أساسي ربما لأنه مسلوبة لمعظم القرار السياسي حتى لا أقول كل القرار السياسي لأكون إلى حد ما دبلوماسيا القرار السياسي للدول الخليجية للأسف مسلوب ومسلم للقرار الأمريكي سنفتح النقاش على هذه الموضوع وأخرى أيضا لكن نتابع ما كتبه اليوم مازن بلال في صحيفة الوطن السورية تحت عنوان المسؤولية السورية المغيبة الوطن السورية المسؤولية السورية المغيبة مازن بلال دخلت لقاءات أستنى منذ عام تقريبا مرحلة مختلفة فبعد المؤتمر الوطني في سوتي تحولت مهمتها وغدت تنسيقا إقليميا للحفاظ على توازنات الدول الرعية وربما سيستمر هذا الأمر لفترة طويلة فموسكو وأنقرة وطهران لن يستطيعوا تبديل المعادلات الإقليمية والدولية وفي الوقت نفسه لديهم حدود باتت واضحة في مسألة التأثير في مسار الحل النهائي فالاختراق الممكن لا يتضح في اللقاءات التي تجري أو الترتيبات المتعلقة باللجنة الدستورية إنما في أبعاد هذه الترتيبات قدر الإمكان عن الحسابات القائمة اليوم بين العواصم الكبرى إن المسألة المهمشة في موضوع الحل السياسي هي عدم اعتراف جميع الأطراف بأن المساحة السورية لا يمكن ترتيبها دوليا حيث أصبحت خطوط تماس لكل الأطراف ولم تعد تعبر عن مصالح فيزيائية لدول الكبرى فهي جغرافيا يتم الاستناد إليها للتأثير في قضايا مختلفة وفي مستقبل التوازن الدولي عموما عمليا فإن الجهود الدولية استنفذت طاقتها خلال السنوات السابقة لخلق توازن خاص في سوريا فالمؤتمرات والتقارير واللقاءات وصلت إلى مستوى قياسي ولكنها لم تحقق أهدافها في إيجاد توازن داخل سوريا يسمح بفرض نموذج لحل نزاعات يشابه ما حصل في يغزلافيا السابقة أو غيرها من الدول ونواجه اليوم أكثر من مسألة عجد دولي لأن التحدي السوري عموما هو في إعادة تلك الدول تقييم تدخلها السابق في سوريا فهي لم تعد تراهن على الأطراف السورية التي شكلتها خلال الأزمة بل على الداخل السوري الذي باعتقادها سيكرر الاضطرابة ولو بعد سنوات نتيجة عملية الإغلاق في الحل السياسي والحصار الاقتصادي الذي سيعرقل أي جهود تنموية سيد مازل من ما جاء في هذا سيد صفان من ما جاء في هذا الاختراك عفوا في هذا المقال الاختراك الممكن لا يتضح في اللقاءات التي تجري أو ترتيبات المتعلقة بلجنة الدستورية إنما في إبعاد هذه الترتيبات قدر الإمكان على الحسابات القائمة اليوم بين العواصم الكبرى لكن حضرتك كنت تتحدث منذ قليل عن ربط الملفات وأيضا بأنه سيكون هناك حل حل ربما لأزمات كبرى من بوابة أستنى وما إلى ذلك كيف سيتم هذا الموضوع؟ برأيي كما قلت نحن حاليا في مرحلة مخاض كبير جدا في المنطقة الكل يترقب المشهد الكل ربما يحاول احتفاظ بأوراق القوة الموجودة بين يديه كما قلت لانخفاض مستوى الغبار في المنطقة ليظهر المشهد بشكل جيد ربما أو أكثر وضوحا لذلك يبقى التأجيل برأيي والمراوحة في المكان والأبطاء هو عنوان أساسي نماجري حاليا في الملف السوري لذلك كما قلنا لاحظنا المرحلة الأخيرة كان مرحلة دعيني أقول سميها مرحلة تسويف ومماطلة وترك الملف لمرحلة قادمة قد تكون هو عنوان أساسي بانتظار بعض المعطيات الجديدة تظهر على الوضع بالتأكيد أنا برأيي نقرأ الموضوع في المرحلة القادمة أنا نحتاج وأحوج ما نكون إلى بعض التسخين في بعض الملفات لإعطاء نوع ما من الإحراج وإعطاء نوع من الحركة لبعض الملفات ملف إدلب لابد من تحريكه ببعض اللقطات العسكري قد نختلف أو نتفق على مساحة هذه اللقطات هناك خواصر رخوة في إدلب جيش سوري كبير جدا نخبط الجيش السوري موجود على تخوم محافظة إدلب ملف شرق الفورات حاليا ملف أيضا يغلي كنا نقول إدلب أولا حاليا برأي لا يمنع وربما نقول إدلب وشرق الفورات أولا مشهد شرق الفورات والضغط الاقتصادي الكبير الذي يمارس على الدولة السورية حاليا غم أولويات الحوار والحوار أولا وثانيا وربما عاشرا مع الأخوة في المكون الكردي مع قوات سوريا الديمقراطية مع الموجودين في المنطقة الشرقية أرى أننا قد نحتاج إلى بعض الإجراءات الغير اعتيادي ربما تكون لقطة الرقة البارحة تعطي مؤشرات أيضا لمرحل قادمة مستقبلية نحن بحاجة لتوافقات مكامن ثوريا النفطية الغازية كثير من الخيارات الاقتصادية موجودة في المنطقة الشرقية ونحن أحواج ما نكون إلى يدها حاليا في هذه المرحلة في مرحلة تجديد العقوبات على سوريا على إيران على أصدقاءنا بحاجة لهذا الموضوع بشكل كبير جدا تركيا أقول بكلمات فيما يخص ملف إدليم لن تتقدم خطة واحدة باتجاه الحل اللي لم تحشر في الزاوية لابد من ممارسة عنوان عام ضغوط على تركيا بكل العناوين تركيا محرجة في إدلب وتبحث عن إخراج ولكن كل سيناريوهات الحل في إدلب عمليا تحرج تركيا أكثر لذلك لابد من الروية بهذا الملف وأرى أننا بحاجة لبعض اللقطات العسكرية المهمة جدا في ملف إدلب كل الإمكانية موجودة نحتاج إلى قرار سياسي والقرار سياسي ونحتاج إلى توقيت هادئ وزكي ومشاورة الأصدقاء مهمة جدا بهذا الاتجاه ليكون برأي واحد بكل حال كان هناك إشارات بروسية فيما خاص هذا الموضوع يعني ذكرنا أننا سنفتح على هذا الموضوع بعد قليل سيد صفوان لكن حضرتك تحدث عن إشارات من خلال مجرى في الرقة أو صورة الرقة أمس ما هي هذه المؤشرات يعني إلى ماذا أو على ماذا يفتح موضوع الرقة الدولة السورية أعطت مؤشر مهم جدا وإشارة بلون عسكري أنها لن تترك ملف شرق الفورات للأهواء المتنوعة الموجودة في المنطقة لا الحاضر العسكري الكبير موجود كما قلت الإمكانيات الاقتصادية لابد منها التوافق عنوان أساسي جدا برأي الحركة من برحل العسكري كان جزء منها هو توافق توافق ما لكن مع وجود عسكري وغطاء عسكري سوري وروسي كبير جدا وكانت بمساعدة مهمة جدا من العشائر العربية الموجودة في المنطقة هذا مؤشر مهم على أهمية فتح الباب واسعا لحوار هادئ أيضا مع العشائر العربية الموجودة في المنطقة هناك استئسار لبعض المجموعات الكردية بالقرار في المنطقة الأغلبية السكانية لا تسير بهذا الاتجاه لابد من تنمية والعمل على الروح الوطنية أكثر والتأكيد على التواصل مع العشائر العربية بشكل كبير هناك دخول سعودي إماراتي تمويل على هذا الخط ولكن بأهداف غير مريحة وغير صائبة لذلك ملف شرق الفورات يحتاج إلى جهد كبير جدا بهذا الاتجاه وأظن لقطة الرقة هي لقطة مهمة قد يكون يتبع ما يتبع في القريب القاضي ذكرت حضرتك فتحت الموضوع العربي تحديدا الإماراتي السعودي لكن حضرتك ذكرت منذ قريبا أن القرار العربي مرهون للإدارة الأمريكية هناك نوع من الانفتاح العربي يعني انفتاح الإماراتي على الجانب السوري أيضا بعض الصحف الروسية تتحدث عن إيجابية تجاه سوريا نقلتها عبر قنوات روسية كيف ستتعامل سوريا مع هذه الإيجابية وهذا الانفتاح ربما كانت الإمارات عبر بداية فتح سفارتها في سوريا سباقة بهذا الاتجاه هي كانت أول ما دخل بهذا الخط وهي نقطة حميدة بالتأكيد ولكن دعيني أقول بعقلاني نقول في المحور الآخر هناك صاحب قرار وحيد فقط لا غير هو الأمريكي فقط لا غير قرار الانفتاح المتدرج على سوريا كان قرار أمريكي تبعوا وفق نبدأ أعطاء بعض الأمل أعطاء بعض العطايا أعطاء بعض الانفتاح ثم الأغلاق بقصد الإحراج وبقصد الابتزاز هذا العنواء الأساسي لأمريكا بالتعاون مع الدولة السورية لقطة جميلة لقطة طيبة بنفس الوقت تجديد هائل في العقوبات لإجبار سوريا عمليا على تسليم قرار السيادي في كثير من الملفات تقديم تنازلات أكثر في كل الملفات عمليا كما قلت أعود وأقول لفكرة أساسية المطلوب تمرير صفقة القرن بهدوء وأمان وسلاسي في هذه المرحلة الحساسية لذلك الاشتباك مع سوريا وعلى سوريا المطلوب منه أن نصمت عما يجري في الإقليم عمليا وتبقى التفاصيل الداخلية برأيه فيما يخص سوريا هي تفاصيل قابلة للحوار وقابلة للنقاش وقابلة للحل بزمن وبسرعة أكثر مما يتوقع الجميع لذلك الحراك الأمريكي نقرأه بعدما كان يتجه باتجاه الانسحاب أصبح يتجه إلى إعادة الانتشار في المنطقة الشرقية إلى الاستعاني بالأدوات المحلية في المنطقة وهم قوات قسد وحاليا الهاربين من الباغوث لمحاولة إشغال الحدود السورية العراقية عموما المنطقة المنطق الأمريكي يتجه إلى الإشغال أكثر بالأدوات المحلية وباستخدام العقوبات وباستخدام الحرب اللاعمة لإحراد سوريا وإزعاجها لتقديم لإجبار سوريا على تقديم تنازلات بعنوين سياسي مهمة على الصعيد الداخل السوري والأقليم نحوض أكثر في النقاش في هذا الموضوع سيد صفون لكن بعد هذا الفاصل قصير ابقوا معنا مشاهدينا أهلا بكم من جديد مشاهدينا في حوار الساعة ونعود الترحيب بضيفنا من العاصمة السورية دمشق عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفان القرابي أهلا بك دكتور صفان مجديد أهلا وسهلا صباح الخير صباح نور مجديد دكتور صفان كنت تتحدث قبل الفاصل عن نوع من الإشغال الأمريكي من بوابة يعني أعطاء بمعنى يعني بين المزوجين طبعا أعطاء الأخضار لبعض الدول العربية الخليجية تحديدا بفتح العلاقات أو بإبداء إيجابية ومرونة فيما خاص العلاقات مع سوريا ومن ثم إغلاق هذا الموضوع من باب الإشغال هذا فيما خاص العلاقات العربية لكن نحن اليوم نتحدث عن أستنى عن مراوحة أو أيضا حضرتك تحدث عن مراوحة في نقطتين مصليتين موضوع إدلب موضوع الإجنة الدستورية التأخير في البت بنقطتين أيضا يأتي من باب الإشغال الأمريكي أيضا أقول الرغبة التركية والأمريكية هي تقريبا متطابقة فيما يخص الملفين عمالية ملف اللجنة الدستورية وملف إدلب لا أرى أن هناك خلاف بين الرؤية الأمريكية والرؤية التركية تماما جيمس جيفري كان واضح جدا بأكثر من تصريح وليس تصريح واحد كان يقول دائما المطلوب ابقاء الوضع في إدلب على ما هو عمليا ووفق القراءة الأمريكية والتركية أن أي حوار يجري في السياسة حول الحل السياسي في سوريا وفي اللجنة الدستورية عمليا بوجود إدلب بيد المجموعات الإرهابية وبرعاية تركيا عمليا هو يعطي نقطة قوة سياسية في أي حالة حوار سياسي لذلك أن تترك إدلب وتحل إدلب قبل فتح العملية السياسية هو أمر غير مقبول وغير مرغوب في تركيا وأمريكيا عمليا الكل يقرأ أن إدلب عمليا برأي هي ستحدد الوجه المستقبلي الأقليمي لتركيا لذلك تركيا محرجة في ملف إدلب كما قلت وكل سيناريوهات الحل تحرج تركيا بشكل كبير نفس الموضوع كما قلت ينطبق على ملف اللجنة الدستورية إدلب حاليا أعود إلا دائما في الهوى في القلب إدلب دائما بكل أحاديثنا نعود إلا كما قلت هي حجر كأداء حاليا في مسير الحل لماذا؟ لأنه لابد من الالتزام بما تم التوقيع عليه المنطق السوري المنطق الإيراني المنطق الروسي أيضا لضرورة إيفاء تركيا بما التزمت عليه بموقعت عليه بسوتي إدلب كان هناك سوتي كان هناك جداول زمني بلزمي مناطق منزوعة السلاح أبعاد المسلحين تسليم السلاح السقيل فطح الأسرادات الدولية أم أربع و أم خمسي كل هذا لم يجري تنفيذه عمليا كان البطء التركي غير مقبول وغير كلنا تفهم أن تركيا ستماطل ستبطئ ستتريث هذا هو الأداء التركي في إدلب ولكن أن يكون الموضوع بدون أي حراك بعد وجود هذه الفترة الزمانية هو نقطة مقلغة خاصة في ظل التمادي التركي في التتريك في الشمال السوري عمليات التغيير الديمغرافي التي تجري بشكل كبير في إدلب وفي الشمال القرى المسيحية تم تهجيرها 12 قرية درزية لم يبقى منهم إلا القليل على الحدود السورية التركية لا وجود ممنوع وجود لبعض المكون الكردي بعض الذين خرجوا من الريف دمشق من هنا وهناك وبعض النوعيات التي تحمل التركمانية أن تتواجد على الحدود السورية التركية لإعطاء نوع من أنواع الأمان لتركيا بهذه المنطقة إجراءات تركية كثيرة جدا ومقلقة ومن حقنا ويجب أن نقلق عما يجري في إدلب تركيا تشعر أن إدلب عمليا هي ليس فقط متنفس أيضا متنفس اقتصادي كبير لتركيا تشعر أن الجنوب التركي والشمال السوري هم منتداخلين وهما نقطة فضاء دعيني أقول سياسي لتركيا أي حل مستقبلي في سوريا هناك تقديرات مختلفة عن الأرقام الموجودة للسوريين في تركيا وفي الشمال مجموعة قد يصل إلى 3 إلى 4 مليون تشعر تركيا أن هؤلاء يجب أن يحملوا الهوى السياسي التركي في أي انتخابات قادمة تعتبرهم أنهم قوة انتخابي سياسي مستقبلي لذلك تتريس تتباط تتفنن في أصول محاول تأخير كل ما يجري في إدلب تعمل على مبدأ الثقافي أيضا ستخرج تركيا من شمال سوريا من إدلب بكل تأكيد ولكن تريد إبقاء أثر ثقافي مستقبلي تريد أن يبقى ولاء الثقافي والاجتماعي مستقبلا للسوريين الموجودين في شمال سوريا لتركيا مستقبلا لتركيا وهي نقطة بالتأكيد خطيرة وغير مريحة لذلك عمل الزمن هو عامل ضاغط يحرجنا كسوريين كثيرا يلزمنا بأن نكون أكثر نشاطا خاصة كما قلت نملك كل الإمكاني والمقدر العسكري لفتح هذا الملف بكل جرأة وبكل مسؤولي ولكن كما قلت القرار العسكري هو قرار جمعي قرار توافقي لمحور قبل أن يكون للدول السوري لكن الإشارات اليوم دكتور صفان رئيس السوري بشار الأسد تحدث إلى هذا الموضوع أيضا كانت الإشارة واضحة مقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمس أيضا حول موضوع إدلب وقال يجب أن يكون هناك حل وأعطي الوقت الكافي فيما خص موضوع إدلب لتركيا وما إلى ذلك اليوم هل يجري التداول بالصيغة التي حضرتك تحدثت عنها وكنت تحدث عنها سابقا أنه في بعض المناطق يجب أن يكون هناك نوع من الحل الجراحي القاسي تحدثت عنه وصفته لبعض البؤر في منطقة إدلب هل يجري التداول على أعلى المستويات اليوم كما تحدثت القرار بيد القيادة السورية وأيضا القيادة الروسية حول موضوع إدلب كيف سيكون الشكل أيضا في حال تم هذا الموضوع جغرافيا محاوص إدلب هي ليست جغرافيا بسيطة هي جغرافيا واسعة وأوسع من متوقع الجميع هي جغرافيا صعب دعيني أقول فيها تنوع جبال فيها تنوع غابات فيها مناطق منبسطة هي بالمعنى العسكري تحمل كثير من التنوع وكما قلت ولكن فيها خواصر رخوي أقول ربما لا أقول بساعات سأقول بأيام قادر الجيش العرب السوري وأصدقاء وبالقوة النوعية الضخمة الموجودة حاليا على تخول محافظة إدلب إعادة أقسام مهم منها لهذه المحافظة وبرأيه هو إجراء لابد من البدء فيه ولو كان على مبدأ التدرج هذا الموضوع يعطي ميزة حصر الإرهابيين في الداخل محافظة إدلب وأقرب ما يكون إلى الحدود التركية هو إجراء أن تفهموا هناك نوعيات من الإرهابيين الذين لا يختلف أحد على أنه لا يمكن تعامل معهم إلا عسكريا الموجودين في محافظة إدلب قسم ليس بالقليل منهم غير قابلين للحوار السياسي خاصة كما قلت جبيت النصرة تحت عين الرعاية التركية تستولي عمليا على القرار السياسي في محافظة إدلب ولكن تحت عين الاستخبارات التركية والاستخبارات التركية هي من تدير محافظة إدلب من الألف إلى الياء بكل تفاصيل الصغيرة والكبيرة محاولة حاليا تلميع جبهة النصرة وأعطاء الرعا من أنواع الغطاء السياسي حكومة إنقاذ محاولة أعطاء كما قلت صبغة سياسية هي أحد الأعيب التركية التي تبحث عن تغيير اليافطة تغيير العنوان تغيير ولكن العقل هو نفسه العقل الإرهابي التكفيري عمليا هو نفسه لذلك الإرهاب هو فكر قبل أن يكون أداء التعامل العسكري لابد منه بغض النظر عن الحجم لازمنا تحدث عن صورة من منظور التركي لكن من منظور السوري ومصلحة السورية عامل الوقت وأيضا حضرتك تحدث عنها عامل الوقت عامل مهم جدا خصوصا أنا الخارجية الروسية تقول بأن هيئة تحرير الشام تعيد هيكلة نفسها لتقديم نفسها على أساس أنها معارضة معتدلة يعني عامل الوقت عامل مهم جدا ماذا تنتظر اليوم قيادة السورية حتى تبط موضوع إدلب من هيئة كما قلت الموضوع التوافقي أولا كما قلت معركة إدلب ليست معركة سهلة بالمعنى العسكري رغم كل الاستعدادات الضخمة هناك هواجس كثيرة البعض أشار إلى الهاجس المدنيين وأقل أن أظن أن الدولة السورية هي أكثر الحريصين على المدنيين الموجودين في محافظة إدلب وهي نقطة لا خلاف عليها ولكن كما قلت الموضوع ضمن المحافظة يحتاج إلى ترتيبات أوسع اختيار الزمن اختيار التوزيع التوقيت هي نقطة منوطة بصاحب القرار السوري وأظن أن صاحب القرار السوري هو يتقن هذه الحالة بامتياز من حيث التعاون والتكامل مع الدول الصديقة في محور سوريا عمليا واختيار التوقيت على الصعيد الدولي كلما كان الموضوع العمل العسكري فيه جزء من التوافق دعيني أقول لا أقول بإيجابية تركي أقول بصمت تركي أو بغض طرف تركي تكون العملية العسكري أكثر نجاحا أكثر سرعة دماء أقل حفاظ على البنية التحتيمة أمكان تكون الحالي أفضل ولكن في ظل العناد التركي والمراوغة التركية تصبح ربما تكون العملية العسكرية أكثر كلفتان أكثر دماء وهو نقطة ما يعمل عليه الدولة السورية وأصدقاء أن تكون العملية العسكرية التي ستأتي حدما إن لم يكن اليوم فغدا ولكن تكون كما قلت كلفتها عمليا هي أقل طيب لكن اليوم كلام الرئيس الروسي بالأمس هل هو مؤشر على أن ضغوط روسية ربما ستمارس على الجانب التركي ليكون هناك صمت تركي تجاه ما يمكن أن يحصل في إدلب هل نفهم ذلك؟ أظن أن الرسالة الروسية عمليا التصريح الروسي وقسم برأي وفق قراءة سياسية قسم مقالة الرئيس الروسي قد لا يكون بالمعنى الدبلوماسي ما تطرقلوا في هذا المكان وهذا التوقيت وهذا الحديث لذلك كان مقصود هذه الرسالة أن توجه إلى تركيا وبرأي أيضا كمواطن سوريا أيضا هي موجهة للشارع السوري تحت عنوان مزيدا من الصبر المواطن السوري قلق ويشعر أن الزمن طال فيما يخص فتح ملف محافظة إدلب الجيش الكبير الموجود تعرف الجيوش عندما تتواجد لفتطرات طويلة يصيب نوع من تحريك أكثر كان هناك زخم عسكري كبير عندما طلقت هذه القوات هو يعطي أيضا إشارة كما قلت صبر وهدوء وروي ولكن نريد نحن كمواطنين نريد من الأصدقاء الروس أن تكون حرارتهم نحن المشرقيين عن شوية حرارة أكثر ربما الروس بحكم الوضع السيفيري يتروون أكثر لذلك نحن نحتاج أن نعطيهم بعض الحرارة المشرقية ليكون الأداء أكثر سرعة أكثر نشاطا في إنجاز ملف نراه أنه طال أكثر مما يجب هل يجري العمل من الجانب السوري على أطاء هذه الحرارة المشرقية إلى الجانب الروسي هل هناك حديث أظن نعم تفضل أنا قلت أقول رسالة مني أقول كما قلت أقرأ كقارئ لمزاج السعب السوري رغم قناعة المطلقة واحترامه الكبير جدا للجهد العسكري الروسي الذي كان أساسي هو والأخوة والأصدقاء في إيران وحزب الله لتنظيف مناطق جغرافية واسعة من سوريا من الإرهاب احترامنا للدماء الصديقة من الدول والأحزاب والصديقة عملية ساهمت في تحرير أجزاء مهمة من سوريا ولكن كما قلت نعول على الزمن أن يكون أقصر لأن جراح السوريين السياسي والاقتصادي أصبحت عميقة ولا بد من التعامل معه باحترام نعم دكتور سفان أيضا نتوقف مع هذا التقرير من صحيفة الخليج الإماراتية حول أستنى 12 مكانك راوح لنتابع الخليج الإماراتية أستنى 12 مكانك راوح انتهى مؤتمر أستنى 12 الذي انعقد في العاصمة الكزاخية نور سلطان بشأن الأزمة السورية من دون تحقيق اختراق في مجمل القضايا التي كان مجال مناقشات بين دول الثلاث الضامنة روسيا وإيران وتركيا ووفد المعارضة السورية لم تختلف النتائج عن الجولات السابقة وبقيت قضايا تشكيل لجنة الدستورية والمعتقلين والوضع في إدلب تراوح مكانها اللجنة الدستورية التي من المفترض أن تتولى وضع دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي كمقدمة للحل السياسي استضمت بتمثيل المعارضة في اللجنة التي من المفترض أن تضم 150 عضوا حيث تباينت مواقف قيادتها حول شخصيات التي يمكن أن تتمثل من جهة ومطالبة أنقرة بتمثيل واسع للإخوان في اللجنة من جهة أخرى وهو ما تحفظت عليه دمشق وبعض قوى المعارضة كما أن الأمم المتحدة المكلفة بتشكيل وفد من 50 عضوا يمثل المجتمع المدني والمستقلين استضمت بمواقف رافضة للأسماء التي تم اختيارها أما الوضع في إدلب فكان له نصيب الأسد في المحادثات من دون التوصل إلى أي نتيجة أيضا إذ إن الوفد التركي الذي ترأسه مساعد وزير الخارجية سادات أونال لم يحمل تفويضا لحسم مسألة تنفيذ اتفاق سوتشي ولم يخرج عن المراوغة في الحديث عن صعوبة الوضع هناك مع الالتزام بتنفيذ الاتفاق وتنشيط مركز العمل الثلاثي الروسي الإيراني التركي المتعلق بمنطقة خفض التصعيد المصادر التي تابعت محادثات أستنى أعربت عن اعتقادها بأن صبر روسيا بدأ ينفذ بالنسبة لإدلب إذ أعطت أنقراء الوقت الكافي لحسم مسألة جبهة النصر هناك ولم يعد بإمكانها الانتظار أكثر وسمح للجماعات الإرهابية بأن تهدد أمن قواتها أو أن تبقي المنطقة وسكانها رهينة في يدها دكتور صفون ما تبعنا الآن هو افتتاحية صحيفة الخليج الإماراتية نوم من المغازلة للجانب السوري وأيضا ياسوب في خانة ما حضرتك تحدثت عنها هو أن المشكلة في موضوع تشكيل لجنة السورية هو حول أسرار الطرف الآخر بتمثيل إخواني واسع هل ذلك يصب في نفس الخانة التي حضرتك وتحدثنا عنها منذ قليل هذه الإشغال الأمريكي عبر فتح العلاقات أو أعطاء الضوء الأخضر فتح العلاقات العربية الخليجية تحدثنا الإماراتية السعودية بمتجاه سوريا ومثلما إغلاقها برأي ربما تقرير أقرب ما يكون مهم منه إلى الواقعية عمليا قراءته قراءة هادئة تقرأ المشهد بشكل هادئ وهو أمر جيد أن يكون من صحيفي خليجي عموما كما أشرت إلى موضوع الانفتاح على سوريا الفتح الموارب عمليا بسيط بعض الانفتاح على سوريا وبنفس الوقت التلويح بمزيد من العقوبات مقابل بعض العطايا والمزايا يجب أن تقدم الدولة السورية برأيي كان أصحاب وجهة نظر الانفتاح على سوريا كان أكثر من قصد القصد بعض وجهة نظر تقول الاقتراب من سوريا يبعد إيران ربما كانت أحد الأفكار كان وجهة نظر سوريا أن الانفتاح على سوريا في هذه المرحلة الضغطة على إيران أيضا سيريح إيران لذلك انتصرت برأي وجهة النظر الأخيرة وهي ممارسة الضغط على كلا الطرفين سوريا وإيران وتأجيل الحل إلى مرحلة لاحقة عمليا موضوع اللجنة الدستورية واضح النهج الأخواني الأصوات الأخوانية وبالذات كما قلت المغرقة في الأخوانية المطلوب تركيا إدخالها ضمن إما قائمة المعارضة التي اختلف عليها مع السعوديين بشكل كبير أو ضمن قائمة المجتمع المدني عمليا هي نقطة خلافية إضافية كما قلت في استراع المحاور الذي يشهد جولات وجولات وتسخين كبير في هذه المرحلة الحساسة جدا من تاريخ المنطق عمليا نعود إلى فكرة ربما لذلك كان تأجيل ملف إدلب إبطاء وحاليا تركه إلى مرحلة لاحقة نظرا لأن ربما بالأساس اتفاق أستانا عموما ونهج أستانا هو نهج فطفاض يعطي هامش واسع من المناورة كل أطراف للطملص للتريس للمراوغة وإن كان في فقرته بالذات فيما يخص ملف إدلب وسوتي الأخير كان ملزم بجداول زمنية ملزمة ولحظت أن الرئيس الروسي حرص على أن يوقع وزيري الدفاع الروسي والتركي على هذا الاتفاق بوجود الرئيسين عمليا كانت نقطة مهمة تنم عن استشعار المماطلة والتريث التركي المرحلة حالية مرحلة كما قلت ترقب الأوضاع مرحلة حساسية الضغط على إيران إعلاء الصوت قرع الطبول الصراخ الأمريكي الكبير بمؤازرة خليجية ضد إيران حاليا انتظار هذا الزمن الحساس من المعرك على إيران بوجه الإعلامي والسياسي حاليا قد تكون حساسي هذه المرحلة تتطلب من الجميع التريس والهدوء والروي وتأخير ملف إدلب من صبر كثيرا لا بأس أن ينتظر ربما شهر أو شهرين لمرحلة قادمة قريبية إن شاء الله لكن قد يقول قائل دكتور صفاني اليوم حضرتك تتحدث بأنه جرى تأخير أو تأجيل عدة ملفات لأن الطرف الآخر عرقل وما إلا ذلك وإيضا لمصلحة الطرف الآخر أن يعرقل في موضوع احتساب الوقت كلما تأخر الوقت كلما كان ذلك في مصلحة الطرف الآخر حضرتك تحدث عن هذا الموضوع لكن ألا يمكن أن تذهب بالتحليلات أو أن يقول قائل بأن اليوم سير بتوقيت الأمريكي تسير منطقة بتوقيت الأمريكي أليس كذلك أمريكا عمليا تريد إيقاف تريد إبطاء تريد عمليا إفشال مسار أسيتانا بشكل كبير والانطلاق إلى جينيف عمليا تشعر أمريكا أن جينيف هو ملعب أمريكي غربي بامتياز صوت في أعلى عمليا وهي نخطمهم جدا لذلك كما قلت مزيد من العرق لأسيتانا هي تختم المصطح الأمريكي وهي تعتمد أمريكا على الصوت التركي الموجود في أسيتانا لعملية هذا التأخير على أمل قطاف سياسي قادم في جينيف ربما لذلك سحب الملف محاولة سحب ملف اللجل الدستوري عموما من أسيتانا إلى جينيف هي رغبة أمريكية بامتياز لتحت عطاء نوع من أنواع الغطاء الأممي أكثر غطاء الدبلوماسي أكثر بعيدا عن الغطاء الأقليمي الروسي عمليا وأصدقاء روسيا الموجودين في أسيتانا وجود أيضا غير بيدرسون بهذا الملف هو وجود مهم أيضا لمحاولة نوع من أنواع إعطاء حالي أممي موجود غير بيدرسون الذي كان إلى حد ما نقرأ أنه هادئ كان في جوسة حواراته بعملية اطلاع على الملف السوري عموما إلى الآن يتميز بالهدوء وقراءة المواقف ولكن بالنهاية هو يمثل الصوت الأممي صاحب أمريكا صاحب الصوت الأعلى فيه لذلك التوجه حاليا الأمريكي كما قلت لسحب ما أمكن من أسيتانا باتجاه جنيف وليس فقط ملف اللجنة السورية أو أيضا المؤشرات تقول بأنه سيسحب هذا الملف باتجاه جنيف كيف ستتعاملون إذن بالنهاية أقول سوريا تنظر براحة سوريا دولي منتصر عمليا ولا نريد حقيقة نحن لا نمارس في سوريا يعني عمليا لقطة الانتصار عمليا المنتصر هو بالنهاية من يفرض الدستور الذي يوافق هواهز الانتصار لا في سوريا ننظر على أننا نريد دستور حضاري وطني توافقي يرضي الأغلبية الساحقة والأفضل أن يكون كل السوريين دستور يبقى ويدوم وليس دستور لحظي قابل لأن نعيد سياقته في مرحلة قادمة قريبة جدا لا سوريا تتعامل كما قلت براحة بهذا الموضوع وتشعر أن لا مشكلة بهذا الاتجاه طالما هي واثقة من نفسها واثقة من أصدقاء أو حلفاء وبالنهاية من يملك الإنجاز على الأرض هو صاحب الصوت الأقوى على أي طاول حواري أي طاول التفاوضي بأي عنوان كانت سياسي أو عسكري نعم إذن الدكتور صفوان القرابي أعضو مجلس الشعب السوري شكرا جزيلا لك أيضا شكرا لكم مشاهدين على الحسن المتابعة نلقاكم غدا إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة